اشتركوا في القناة انا شرفت بيك والله ربنا خليك طيب احنا هنرجع نتكلم على نادي الاسماعيلي تاني نادي الاسماعيلي ده نادي كبير ونادي قدي ايه جماهيره عظيمة وكل الناس كلها بتحب نادي الاسماعيلي ما تقول واحدة تتشجع ايه يقول لك اهل زمالك الاسماعيلي وكان فيه نجوم تهز افريقيا باشتبه اول نادي حقق بطولة افريقيا 82 ابطال الدوري ايه اللي بيحصل في الاسماعيلي لا يعني انا انا يعني مصطفى انا ماانش بحب اتكلم في الاسماعيلي لكن انا بتكلم مجموعة الحلية يعني عمره تصور كواسي اللي من فاته تقول يعني ايها بجلال كواس جدا على ابو جريشة بيشفها الكورة برضو حاجة كويسة جدا انا شاف ان الاسماعيلي باع اتنين اللي عيبة كويسين عندهم طب ازاي ايه فوق القيد انا قلت لعالي الكلام ده وانا جاي انا الحقيقة ماانش يعني بحبش اتكلم دلوقتي معهم لان انا قلت بقى ايه مدام هما بيششغل وكواس خليك بعيد انت يعني لكن ما حادش تكلمني او سألني في الموضوع وبتصلش بيهم انا الحقيقة اللي انا بكلم معانا ابو جريشة دايما انها تامي في الكورة اكتر يعني وهو يعني يعني احنا قدمنا افكار يا دكتور مصطفى وقدمنا برامج مالية وكل الكلام ده لو نفذوه زي ما انا بقولك في الكورة طبعا يعني زي ما بقولك في الكورة عندي برنامج وهنا عندي برنامج ومش عايز ينفس خلاص تبتأمل ايه؟ طب ايه ايه؟ عايزين ايه؟ ما انا الواحد بشعر بروعا انا الكلام ده عشان خاطر جمهوره نادل اسماعيلي جميل نادل اسماعيلي اللي هي صعبانا على الواحد ان ان اسماعيلي بحاج من اسمه انا شخصان يعني 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 انا مراتي بتفرج ماشي اسماعيلي اللي اتقول لها مش هتفرج اسمين بتاعكو ده خلاص بطلت كان الاول تقعد تقول واجعلنا باينة ايدي بسدن وخلفها بسدن عشان نكسب او نتغلبش او نغلب يعني انت ما انت تعمى او مجموعة يعني اها جدت وخلاص والشعب الناس اتخابوها اتمنى انهم التوفيق لو حد سألني بارول لكن انا بتكلم مع علي اكتر يعني طب انت شاف ان الناس اسماعيلي اه بالمناسبة ضمن اندية الشركات الموجودة ممكن ان اندية الجمهارية ممكن تضيع خالص؟ انا كتبت في كلام ده مئة موضوع وكلمت بطهير عشاء في صبح عشر مرات اوه وعملت اجتماع جبت فيه اوه استاذ مصالحي واريسني المصري ورئيس اسوان وفي البلك اندية جمهارية دي؟ اه لا اه يعني انا قلت دي مؤامرة يعني ده بيقض عليه وقلت يعني دكتور أشرف دي انت لازم حيب ان في عهدك انت الدنيا تروح الناس دي كن دية النهاردة سمعت اي ما نفس بسطت منه وقال لي انا لما اتمنى ان الاندية الشعبية تاخد بطولة البطولة بتاعتهم دي اللي سمعت بتاعت ال الربطة لكن انت انت بتنتهي خلاص اسوان النهاردة بتصعد انها تنزل طب الحل ايه؟ الحل ايه يا دكتور انت كنت مسؤول عن الحل تدخل دولة يا دكتور اتدخل ازاي؟ اتدخل بانك تديله فلوس يعني انا مش عارفين ان اخد فلوس من دولة لان هو يقولك انت بتاخد فلوس تشيري بيها لعيبة طب يا سيدي انا قلت اتدخل دولة اشرف مرة اتدخل اشرف انا كنت بدي للاجهزة الفنية كلها مرتبتهم اه دا بتشيل حملة على النادي حملة كبير طبعا معدل اندية اللي فيها جانب يعني انت شوف كم واحد هنا كم واحد هنا ايه يعني مبلغ ايه يعني مبلغ انا قلتلو قلتلو وانا كنت عاملة يميك فانت طب مين يعني تقدت تديك من الاجانب لا ما كنتش بدي الأجانب كنت متردد في الأجانب شغل مصطفى أنا فاق يعني كنت بتساهم بجزء صغير ها جزء صغير كنت بدي جزء صغير فأنت دي أول حاجة تحلله مشكلة تشيل منه عيب تدي له موارد تدي له سماحة إنه يقدر ياخد قرد وكلهم عندهم أراضي تقدر تنسى عمل قرد لازم تروح للوزير أنا أحاوس كمان تفكير ناس زمان تحرك بتقول له دكتور ناس كلها أنت تطلعوا في حاجات كتيرة إن اللايحة بتسمح له فيها إنت من أول الوزراء وزارة الشباب والرياضة اللي فكرت إزاي اللي عندها تستثمر نفسها وطلع فلوس من عندها ألاقي أنا بقولك كده يا عندها دي في زوال هتنتهي هتنتهي قريب جدا يعني عندها دي إسماعيلي مايرجعش أنا بقولك إسماعيلي لو أن ديست كنت بتكلم مع مين مع مراتي هتتكلمني على إسماعيلي وإنت إسماعيلي وشافي قلت لها بنتي طبعا لأن إسماعيلي لو أنزل مش هيطلع تاني ولا هيشوفها تاني وإسماعيلي هي اللي عاملة البلد وعندنا أنسلة كتير قوي إسماعيلي اللي عاملة منصورة فين طيب مثلا وفين الأولومبي الأولومبي آه طبعا يعني لأ إنت إنت دي لازم طاولة تخش يا مصطفا لازم الدكتور مصطفا بادبولي حط إيده فيها لازم ملاش حالا مفيش إنك تقف معنده تموله بس والباقي ساعة اللي ييجي حتى لو تحط واحد من عندك يشرف معاهم على اللي بيحصل يا سيدي أهلا وسهلا بيه بس إنت مقدرش تسيبهم كده بتقول لي هو يماول نفسه يماول نفسه منين مم قول لي يجيب منين فلوس ده ده العضوية كلها ميت جنيه ولا بتاعه طيب وإنت في وزارة الشباب والرياضة وفي المحافظة وعضو مجلس شعال إنت حققتي كل أحلامك اللي إنت كنت بتحلم بها اللي هي أحلام اللي يقظ إنت كنت بتقول لي أنا بحلم وأنا ماشي يعني وأنا صاحب إش ناهم حققتي كله إنت بتفكر طيب لا يعني قدر أقول بحكم الناس ورأيهم فيي ورأيهم في شغلي أنا شخصين ساتسفايد ومبسوط جدا وعشان كده أنا وأنا محافظ وما قالولي قلت خلاص بقى مش كيفية كده أنا هروح للوزارة هروح للوزارة ما صدقت ما صدقت طيب أمكن إحنا عما كنا بنتكلم بنقول إن أي شخص سواء رياضي أو فنان أو سياسي بيبقى لي كارزمة دكتور عمينا مع مرة كان عندك كارزمة نجم من النجوم اللي موجودة على الساحة هل الكادمة دي الإنسان هو اللي بيخلقها لنفسه واللي هي الظروف المحاوطة أو ليه هو اللي بتظهره شوف يا مصطفى يعني الكارزمة اللي إنت بتقول عليها دي جزء منها طبعا من عند ربنا سبحانه وتعالى حب ربنا اللي حب وربنا كذا طبعا وجزء منه أنت تشتعل عن نفسك طبعا يعني أنت توسيم وكل شيء بس دمك تقيل هم هبيش قبول انت شيك و بس انت قليل أدب مع الناس لكن ازاي تبني الحتة تكتساعد الكاريزمة ما زي بقولك انت الموهبة اللي عندك ازاي تزودها تنميها يعني مصطفى عبدو هيبكرة شهير جدا ومجري وكلام ده كل بس تزودها انه خد دكتورة فاهم فازاي تزود انت الكاريزمة دي دي عايزة شغل كتير اكيد اكيد فهي الاسف انت عشان كده الكاريزمة دي تخليك خلق قائد اكيد خليك شو كدير بس اكيد يعني انت اللي بتصنع كاريزمة من نفسك بتزود الحتة اللي ربنا ادهالك الموهبة اللي ادهالك ربنا جوهرة اللي انت في الارض دي زي تاو لما اعتها كده ونضرتها ونظرتها زاو ادتها